النوبة الناس لما تيجي تتكلم عن النوبة تاخد بعضها وتروح النوبة تشوف اللي كان قدر الامكان وحكزي انا ما تولدتش اكيد من خمسين سنة يعني انا موليد خمسة وسبعين بس مهم او ان انت تسافر وتشوف وتسمع الناس بتقول ايه وتقعد معاهم قدر الامكان عيش عشتهم ولو يوم عملنا كده بالمناسبة عشان لما ييجي يوم زي النهاردة نتكلم عن النوبة نبقى احنا عارفين احنا بنتكلم عن ايه هتقعد بقى تنظر وتقول لي ده الارض خد ارض تاني فدان يعني فدان طب واللي كان عنده اقل من الفدان يجبر على طول يتحول الى فدان عندك نصف فدان هتاخد فدان تلتين هتاخد فدان تلت هتاخد فدان يعني اقل واحدة عندنا هي الفدان ما بنتعملش بالقراق ده على سبيل المثال بيت يبقى بيت عايز الفلوس خد الفلوس اللي رايحك شوف انت عايز ايه خدت بالكو اول سيدة تكلمت احنا بقالنا خمسين سنة مستنيين هي دي فطورته لا بس دي فطورة مصر والمصريين هي لازم تدفع فهو رجل يتحمل المسئولية ويستوعبها بشكل كامل بشكل كامل انا بقيت مسئول عن البلد دي اكيد مش انا يوسف انا بقولك بلسان حال وهنا برضو لا ادعي ولا يجب ان يدعي احد انه يعلم ما يدور بعقل الرئيس اقولك اصل الرئيس بيفكر انت تعرف من ايه كان زمان مرة وانا في الجامعة ظن اكرم حسن يفتكر الحكاية لان في حفلة كبيرة لمحمد مونير في دار الاوبرا المصرية في حاجة اسمها المصرح الروماني كان مصرح كشمي كبير كده فحد من الجمهور احنا كنا كلنا تلامزة يعني فعمال كل شوية حدوطة مصرية مونير حدوطة مصرية مونير فمونير في الاخر قال له تعرفيه انت عن حدوطة مصرية بالطريقة بتاعك المشهورة فالشاب بتخض يعني فرح مونير بضحك هو كان بيهزر معا وبدأ يغني حدوطة مصرية النوبة تعرفيه عن النوبة طيب وهل بالضرورة اكون عارف علشان اطالب بحقوق الناس طبعا وما لا تطالب بحق تجهله ولما يجي حد يدفع الفاتورة من باب استيعابه وتحمله لهذه المسئولة وامنته في تحمل المسئولة اسهل حاجة نقول يرجع نستنى ده عندنا حاجات تانية ده في حاجات تبقى طيب لما حصل شغل في النوبة على سبيل المثال لما حصل شغل في النوبة هسألك سؤال هي بنبان فين حقل الطاقة الشمسية ده الكبير العملاق اللي هو واحد من اكبر حقول الطاقة الشمسية على مستوى العالم هناك طيب وبعمل كده ليه انا عندي مناطق تانية بالمناسبة فيها سطوع شمسي برضو وقدر اطلع منها طاقة برضو بس انا اعمل كده علشان خطر انا عايز اخلق تنمية حقيقية المسألة مش مجرد كان فدان زراعي وكان بيت وناخد بعضنا ونروح لا لازم اعملك بنية اساسية حقيقية حديثة لان انا مش هسيبك تعيش في عصور ما قبل التاريخ نعمل كده المين للنوبة بس للنوبة وكل اسوار وينسحب ايضا على محافظات جنوب الصعيد يعني بعمل تنمية حقيقية ده بجد مش هزار عايز اخلي يبقى فيه عندي طاقة كافية عشان اقدر انامي نشاط اقتصادي الفلاح النهاردة ما بيرويش الارض بتاعته بالشدوف فيه مكان وفيه قليات وفيه وفيه عايز طاقة عايز يبقى فيه عندي مصانع علشان اعمل اسمدة عايز يبقى عندي مصانع علشان اعمل اعلاف ده لاني بتكلم عن نشاط الزراعي بس غير النشاط الصناعي المحصاحب للنشاط الزراعي غير النشاط الصناعي التانية متعلقة بالموارد الطبيعية الموجودة في المنطقة الاخ 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 دي الفاتورة اللي كان لازم تدفع ومش بس كده اتحط عليها بونس بونس ده بالمناسبة او هاد الحافز او هاده المكافأة او الكريزل على وش التورطاية ما هي الشامن ولا عطية ولا منح لا ده حق الناس اللي كان المفروض يوصل لهم من خمسين سنة واكتر اشتركوا في القناة